بسم الله الرحمن الرحيم بنت أو ولد ارتضع من امرأة هذه المرأة تصير أمهما من الرضاع وزوجها يصير أباهما رضعوا عند هذه المرأة وهذه زوجها فلاعا فهذا الرجل صار أبا لهذه البنت ولهذا الولد والمرأة صارت أمهم زين هذه المرأة والرجل عندهم بنات وأولاد نسبيين منهم صايرين ما تصير النسبة بينهم وبين الولد والابنية اللي ارتضعوا أخوه هالولد والابنية صار أخا وأختا لهؤلاء الأولاد والبنات جميعا هالولد وهالابنية عندهم أخوة وأخوات من أمهم وأبوهم هل تحصل علقة بين أولئك الأخوة والأخوات مع هؤلاء أولاد وبنات هذه المرأة اللي أرضعتهم لا ما تحصل علقة يعني الحين هذه المرأة جابوا لها ابنية رضعتها صارت بنتها عندها أولاد هذه البنية هذولة إخوانها إخوانها ما يجوز يتزوجوها هذه أختهم زين هي هذه البنية عندها أخوات أخوات حقيقيات من أمها وأبوها يجوز هالأولاد اللي صاروا إخوانها يرحون يتزوجون تلك البنات اللي هم أخوات أختهم إيه يجوز إذا واحد قال شلون يجوز هذه أخوات أختهم إيه أخوات أختهم إحنا ما عدنا دليل على أن أخت الأخت حرام الأخت حرام حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم أكو أخوات أخواتكم لا هذه البنيات الأخريات ما لهم ربط ليس لهم ارتباط بهذه المرأة ما ارتضعنا منها شيئا إذا واحد منها الأولاد لهذه الابنية صارت أختهم جايبين لهم ابنية رضعت من أمهم صارت أختا لهم هذه أخوة أختهم بعد رايحين يتزوجون وحدة من خواتها خلي يتزوجون ها تلك البنيات أخوات أختهم ولسنا أخوات لهم زين نجيب هالمرة مثال الولد الذكر جابه وليد رضعته مرة صار ابنها وهذه المرة عندها بنات هذه أخواته هالبنات كلهم خواته صاروا يجوز يتزوج منهم ما يجوز أخواته زين هذا الولد عنده أخوة عنده أخوة حقيقيين من أمه وأبوه يصير أخوته يجون يتزوجون هالبنات إيه يجوز إذا واحد قال هؤلاء أخوة أخيهم هالبنات صار عندهم هالولد صار أخاهم وذول الأولاد أخوة أخيهم إيه أخوة أخيهم إحنا ما عندنا دليل على أن أخ الأخ محرم الأخ محرم على أخته والأخت محرمة على أخيها ما عندنا دليل على أن أخ الأخ أو أخت الأخ أو أخت الأخت إلها تأثير فعليه يعني أحيانا يصير اشتباه بهالمسألة يقولون هذي رضعات ابنية ولد شلون يصير أخوانهم أخواتهم يحلون يحرمون يجيبوها بشكل متشابك يجمعوهم ببوتقة واحدة مو هالشكل مو بهالخبصة لازم نحط تفصيل نقول هذا هالولد أو هالابنية رضعوا من المرأة بالنسبة البنات وأولاد هالمرأة اللي رضعتهم هالثنين هالولد وهالابنية صاروا أخوة وأخوات أما البقية ذاك الصوب اللي ما لهم شغل ما رضعوا من هذه المرأة هذولاك يعتبرون أجانب صحيح هذه أختهم هذولاك الأولاد يقولون هاي أختنا راحت رضعت عند فلانا ايه أختكم زين وذولا البنات هذولا أخوات أختهم هؤلاء أخوات أختهم ولسنا أخوات لهم إذن العلقة تصير بهالطريقة إما أخت أو أخ أما أخت الأخت أخ الأخت ليس له تأثير هذه مسألة المسألة الثانية البارحة مر علينا أنه إذا امرأة أرضعت طفلين ولد وابنية نفرض جابوا لها ولد وابنية ورضعتهم مر أرضعتهم بحليب واحد بلبن واحد يعني شنو بلبن واحد يعني نفس الشخص هي زوجها عندها زوج اسمها حج فلان وهذه جابوا لها ولد وابنية رضعتهم مفروخة غربة ولد وابنية هذولا يصيرون أخو وأخوت إيه هذا أخو أخوت من الرضاعة أما لو فرضنا هي هذه المرأة جابوا لها ولد رضعتها بعدين طلقها رجلها قالها ما دام رضعته لهذا ما أريد جقام طلقها راحت أخذت واحد ثاني وحملت من ولدت وصار عندها حليب جابوا لها ابنية رضعتها هذا الولد وهالبنية مو أخوة مع أنه هالمرأة اللي رضعتهم نفس المرأة لكن لأن الرجل اختلف الفحل اختلف ما صار بينهم أخوة أصلا أحيانا في النسب في النسب هالشكل قضايات صير خلوا الرضاع نجيب هذا مثال وموجود كثير هذا مثال يمكن آلاف مؤلفة من الخلائق عندهم الشغلة رجل عنده مرأة ونفترض صار عنده ولد وابنية من هالمرأة ذول أولادهم النسبيين بعدين قام هذا الرجل أخذ له مرأة ثانية أخذ له مرأة ثانية صار نفترض منها ابنية من هالمرأة الثانية المرأة هم طلقها مرت راحت أخذت رجل ثاني صار عندها ولد من الرجل الثاني الحين هم ذول هالرجل والمرأة عندهم ولد وبنية والرجال عنده ولد من مرأة ثانية والمرأة راحت تزوجت صار عندها ابنية من رجل ثاني هذول بالوسط الأول الولد والابنية هذول حلقة وصل هذول يقولون هالولد اللي صار من أبونا من المرأة الثانية هذا أخونا من أبينا أخوهم من أبوهم نقولهم وهذه الابنية يقولون هذي أختنا من أمنا جيد زين هالولد وهالابنية خلوا مذولة بالوسط الولد اللي صار من المرأة الثانية والابنية اللي صار من الرجل الثاني بينهم علقة لا ما بينهم علقة يقدر يزوجها هذا الولد اللي صار من المرأة الثانية والابنية والجل الثاني يقدرون يتزوجون طبعا بالأثناء واحد يقولون شون تتزوجون هذه الابنية يقولوله لهذا الولد هذه الابنية تصير أخت أخوك وأخت أختك إيه أخت أخيه وأخت أخته وليست أخته وهذه الابنية لو قلولها هذا الولد يصير أخو أخيك وأخو أختك تقول إيه أخو أخي وأخو أختي وليس أخي مو أخوها لا من أمها ولا من أبوها أبوها رجال ثاني وأمها هذا مو من أمها الولد من مرة ثانية هذا بالنسب يصير فكيف بالرضاع اللي هو أدون شأن زين الحين نرجع لمسألتنا مرة عندها زوج زيد من الناس أو عندها حليب جاء بولها طفل رضعته هذا ابنها صار من الرضاعة طلقها زوجها راحت اتزوجة واحد ثاني وحملته ولدته صار عندها حليب جاء بولها ابنية رضعتها هذا الولد والابنية مو أخوة لأن اللبن لفحلين هذا الكلام يأثر حتى على العمومة والخؤولة يعني شلون على العمومة والخؤولة إحنا مر علينا قبل كم ليلة أنه أكو عم رضاعي أو خال رضاعي أو عم رضاعية أو خال رضاعية شلون يعني حين واحد شخص أهدي ابن فلان يقول هذي عمتي نقوله شون عمتك أخت أبوك هذي أخت أبوك يقول إيه أخته مو من أمه وأبوه رضاع راضع ويا أبوي فنقول هذي عمته من الرضاع عمته من الرضاع والخال منه هو الخالة الخالة أخت الأم مو الشكل يقول هذي فلانة تشوفوها هذي خالتي نقول لها خالتك شون يعني أخت أمك يقول إيه أختها بس مو من أمه وأبوها أختها من الرضاع راضع وياها فصارت خالتي من الرضاع هاي العم والخالة العم والخالة من نفس الشي العم منه هو أخو الأب يقول هذي فلان أخوه أبوي بس مو أخوه بالنسب أخوه بالرضاع راضع ويا أبوي فهو عمي الآن عمي عمي من الرضاعة وهذا فلان خالي خالي إحنا نقولها انتخن اللام باللهجة العامية نقول خالي خش خالي مو مشكلة والخل نقول خل انتخن اللام هاي لهجة عامية الفصيح خال زين يقول هذا خالي شلون خالك يقول أخو أمي أخو أمك من أي طريق يقول راضع وياها راضع مو من النسب فهو خالي من الرضاعة وتترتب نفس الأحكام الخقولة العمومة المحرمية الحاجة اللي نقولها بالخال والخالة والعم والعمة كل يمشي زين الآن نجي لهالمسألة مرة ترضى أثنين بلبنين بلبني فحلين هاي يقول هاي خالتي أخو أمي إذا نقول لزين هذه المرة من رضعت أمك وديت المرة رضعتهم بلبن بلبن فحل واحد إذا بلبن فحل واحد إه فعلا هاي خالته إذا قال لا أمي رضعتها فريد مرة بس هذه المرة يوم اللي رضعتها كان رجلها قولوا بالعمة قولوا بالخال بالعام بالخال بالعمة بالخالة نفس الحاجة لأن إحنا العامة والخالة شنو هما والعام والخال الأخوة أكو أخوة العام أخو الأب العامة أخت الأب الخال أخو الأم العامة أخت الأم لازم الأختية الخالة الخالة أخت الأم فلازم أول الأختية تتحقق مثلا أو الأخوة تتحقق حتى يصير عم وخال وعمة وخالة إذا إحنا بذاك الخط ببداية القصة قلنا ماكو ما صارت علقة ما صارت أخوة بالتالي لا عمومة ولا خؤولة هاي المسألة الثانية اي في جد بالرضاع جد شنو أبو الأب مثلا أو أبو الأم هو يصير جد هاي المرأة اللي ترضع طفل أبوها جدة بعد يصير إذا الحين جابه طفل المرأة رضعتها هاي المرأة عندها أبو أبوها شي يصير جدة جدة من الرضاع نفس الكلام هذا السؤال الحين واحد مرأة جابه مثلا طفل ولد أو بنت رضعته وعندها زوج هذه المرأة عندها زوج هذا الطفل سواء ولد كان أو بنت شي يصير بالنسبة لهذا الرجال ابنه أو بنته هو هذا الولد والابنية عنده أخوة وأخوات أصليين لهم ربط بهذا الرجال لا ما لهم ربط هذولة أخوة ولده أخوات ولده يقول ذولة هذا الولد أخو ابني وهذه الابنية أخوة ابني إيه أخو ابنك وأخوة ابنك أخو الابن وأخوة الابن مو عنوان مو عنوان الشرع رتب عليه أثر ابنك يترتب عليه أثر أحيانا أخو الابن هو ابنك في الحقيقة عندك أولاد وبنات يقول والله هذا الولد هذا أخو ابني يقول أخو ابنك يعني مو منك صاير يقول إيه مني يقول أخو ابنك بعد هذا بالنتيجة لأنه منك صار لكن مو كل واحد أخو ولدك هو ولدك هذه المسألة الثانية الكلام الفحل الأول طلق أو مات نفس الكلام يجري عليه ماكو فرق الحين مسألة ثالثة اللي قد تكون كانت يعني سابقا أيام الرضاح مورد ابتلاء كثير من الناس ما يعرفوها كانوا يطيحون بمشكلة لجهلهم بالمسألة وهي أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن هذا الطفل اليرضع هذا الطفل شنسمي مرتضع عنده أبو هذا الطفل يرضع عنده أبو حقيقي زين رضع عند مرأ الحليب مال هذا الرجال هذا الرجل عنده بنات نفترض أبو هذا الطفل اللي رضع ما يقدر يأخذ من بنات صاحب اللبن يعني نجيب مثال واضح واحد صار عنده ولد أو ابنية ومرته ما عنده حليب راح شافه وحده قالوا له بله ما ترضعي قالت زين رضعته أو رضعي هاي البنية رضعته من رضعته هذه المرأة اللي رضعته عنده زوج وعندها أولاد وبنات عندها زوج وأولاد وبنات تابعين إلها هذا أبو الطفل يجوز ليأخذ وحده من بنات ذي شا المرأة لا ما يجوز له ما يجوز له منوده ابنه شاف والله هذه عنده خوش بنات قال خلنا أخذ وحده منهم ما يقدر يأخذ لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن أولاد يقول أولاد شنو يقول بنات الولد الولد يطلق على الذكر والأنثى هاي كلمة ولد مو مختصة بالذكر احنا باصطلاحنا اللهجة العامية نقول ولد وبنية الفصيح نقول ذكر وأنثى وإلا كلمة ولد تنطبق على الذكر والأنثى على اثنينهم لا لا الآن هو هو صاحب أبو المرتضع الأبناء نخليهم إيه الأبناء آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع أبناءكم أبناءكم تشمل الذكور والأنثى والإناث إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت بالقرآن الكريم ليس له ولد ما قالت ليس له ذكر ليس له ولد ولد يشمل الذكر والأنثى زين هذا بشكل عام الحين هذه المسألة قلتها قلت واحد ود بنته أو ابنه الفرد مريه إلى مرأتين قلها بالله هذه رضعيلياها الابنية أو هذا الولد رضعيليا أو رضعته بالشروط اللي قلناها اتضع شاف عندها بنات هذه المرأة بنات كبار يجوز لا يتزوج وحده من بناتها ما يجوز لا ينكح أبو المرتضع في أولادي صاحب اللبن هذه المسألة تأتي فيما لو أرضعت أم الزوجة أبنة أبنة أو بنت ابنتها مرأة وهي تصير كثيرا مرأة عندها ابنية متزوجة أو هذه الابنية صار عندها طفل ابن بنتها أو بنت منتها وفرضنا قامت البيبية باصطلاحنا الجدة أم الأم مو أم الأب أم الأم هم مو شبيرة كانت وفرضوا عندها حليب هم عندها فريق وكذا وعندها حليب شافت ابن بنتها جائع يريد حليب أو بنت بنتها فقالت تخلي أرضعها بنتها ما عندها حليب مريضة صارت تأخذ ابن البنية أو بنت البنية ترضعهم إذا رضعتهم خمسطعش رضعها بنتها صارت حرام على زوجها خلاص ليش لا ينكح أبو المرتضع في أولادي صاحب اللبن منه أبو المرتضع أبو المرتضع زوج بنتها ما يقدر يتزوج شيء أحد بنات يعني صاحب اللبن اللي هي الجدة فهذه المرة راح يعني زوجته هذا النسيب الصهر زوجته راح تحرم عليه لهذه القاعدة لقاعدة لا ينكح أبو المرتضع في أولادي صاحب اللبن الحين الحين ممكن واحد يقول لماذا نقول للنص للدليل هناك محاولات تجري لإيجاد علقة علقة معينة ما تنفع ما في علقة هذا حكم تعبدي نص أكو فيه يجوز يجوز الجدة ترضع الحفيد يجوز يجوز لكن إذا أرضعته رضاعا محرمة هذا الرضاع بشروطه راح تسبب تحريم ابنتها على زوجها على الصهر هذا الكلام إذا أرضعت الجدة للأم يعني أم الأم أرضعت ابن بنتها أو بنت بنتها هذا الكلام ما يجي بالنسبة للجدة اللي هي أم الأب لو أم الأب قامت رضعت ابن ابنها أو بنت ابنها ما راح تأثر شيء الجدة للأم اللي هي أم الأم لو أرضعت ابن ابن بنتها أو بنت بنتها سببت تحريما الحين إن شاء الله إذا ما نسينا في البحث الآتي أذكر بعض الاحتمالات اللي قد تجي هنا لكن هي القضية تعبدية صرفة يعني واحد يقول خنشوف يمكن نلقى علقة معينة هي التي سببت ممكن نجد شيئا لكن مو هو السبب السبب هو الدليل الخاص وصلا وصلا الله على محمد وصلا اشتر اشتركوا في القناة شكرا